ثم مسألة أخرى وهي عندما يذكر الناس بالتوبة والاستغفار في الاستسخة كثير من الناس تنصرف أذهانهم إلى ذنوب غيرهم ويغفلون عن ذنوب أنفسهم في حين أنه لو كان كل واحد مننا عندما يذكر بالاستغفار يقلب صحائفه ويقلب النظر في أعماله وينظر الجانب الخطأ والسيئات في مسلكه في قوله وقلبه وعمله ويستغفر ويتوب من ذلك لكان ذلك أجدر وأحرام من أن تشتغل بذنوب غيرك الله لن يسألك عن ذنوب الناس إنما سيسألك عن ذنوب نفسك وقد يكون عند الإنسان من العجب بنفسه ويكون سببا لمنع القطر بعض الناس يقولوا والله أنا أصلي وربنا لا تأخذنا بفعل السفاء وينثى نفسه نحن نسأل الله لا يأخذنا بما فعل السفاء لكن نسأل الله لا نكون من السفاء أيضا نسأل الله لا نكون نحن سببا لمنع القطر من السماء وحجب الخير عن الناس